بعد أكثر من عشر سنوات من غياب الكهرباء الوطنية عن قضاء الرطبة عاد اليوم التيار الكهربائي إليها عبر الربط مع الجانب الأردني تشغيل الخط العراقي الأردني المعروف بخط الرطبة الريشة تم بوانحالته الأولى بمقدار 50 ميجاوار فيما ستشهد الأيام القادمة مضاعفة القدرة الكهربائية بدلة كوادر نجيد كبير للفترة الماضية بنصب المحطات والمتنقلات وخط النقل اللي يربط بين البلدين هذا هو المشروع والمرحلة الأولى من خط الربط الأردني إن شاء الله المرحلة الثانية اللي راح يبلغ 350 وهو مرحلة الثالثة هذا واحد من مشاريع الربط المهمة اللي وعدنا بيها المواطنين والحمد لله حكومة الإنجازات لهذا العام حققت هذا الإنجاز الكبير أهالي المحافظة رحبوا بهذه الخطوة التي ستسهم في تعزيز وزيادة حصة الأنبار من الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف المقبل المشاريع تتطور بعد أكثر وأكثر في محافظة الأنبار مثل قبل أنه تنقطع الوطنية الوطنية تجي ساعة مثل ساعتين وتنطفي لا راح تزيد ساعتين يجوز تبقى مدة عشر ساعات مستمر أنه فيه يعني تتغير كل شيء أنقبل الأنبار كهالي رطم عبدالك الكهربائي الوطنية بعد انقطع ده مكثرة عشر سنوات نتأمل أنه ينطلنا الطاقة الاستيعابية تكون أكثر للمحافظة مثل ما تعرفنا مقبلة عام في فصل الصيف فنريد أن نعيد المعاناة مات في كل سنة وتأمل من جهات المعنية يتجعل هذا الطريق يعني يتأمل الأحسن إن شاء الله المحافظة حلم تحقق لأهالي الرطبة بعودة التيار الكهربائي إليهم بعد سنوات من الاعتماد على المولدات الأهلية من الأنبار مصطفى مهند واني نيوز ترجمة نانسي قنقر